موسيقى السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء السلام على السيدة الزكية العظيمة الطاهرة حبيبة قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم الأئمة النجباء النقباء في البداية أبدأوا بهذه المقدمة والاعتراف بأن هناك شخصيات عظيمة في العالم في الكون إذا أراد المتحدث والخطيب أن يتحدث عن هذه الشخصيات يشعر بالخجل أنا الآن أشعر بالخجل من أنا حتى أتكلم عن فاطمة الزهراء من أنا حتى أجلس على كرسي أريد نعت فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين أتكلم وأشرح حياة سيدة عظيمة أنزل الله في حقها في كتابه العزيز أكثر من خمسين آية كما هو المعروف أن المحققين الآيات النازلة في حق الزهراء الصديق سلام الله عليها إحدى وخمسون آية قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لاحظوا كتب التفسير كتب التفسير عند الخاصة والعامة عند إخواننا أهل السنة ذكروا في تفسير هذه الآية في البحث الروائي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتي منذ نزول هذه الآية يأتي فجرا صباحا كل يوم إلى باب بيت فاطمة فيطرق عليهم الباب ويقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يريد أن يبين أن هذه الآية نزلت في هذا البيت بالذات في هذه الأسرة في هذه العائلة قالوا أتى رسول الله على هذا البيت ثلاثة أشهر قيل ستة أشهر وهو يخرج عليهم فجر كل يوم يطرق عليهم الباب ويتلو عليهم الآية الكريمة من الذي يصنع معه رسول الله هذا الصنيع هل تعرفون أحد هل قال في بعض نسائه ما قال في فاطمة هل صنع مع بعض نسائه ما صنع مع فاطمة نحن نقدس ونحترم أمهات المؤمنين لكن لا شك لا شك أن سيدة نساء الدنيا والآخرة هي فاطمة هي ريحانة رسول الله هي العظيمة هي الجليلة هي المقدسة هي أم الإمامة أتكلم عن أم عظيمة يأتي أئمة الهدى وخلفاء الله في الأرض يوم القيامة ابتداء من ولدها الأول الحسن بن علي والإمام الحسين ومرورا بالسجاد والباقر والصادق ونهاية بالإمام صاحب الأمر جميعا يقبلون يدها ويقفون دونها احتراما لها فاطمة مع أبنائها الحسن والحسين ما كانت تفرق بينهما كونهما إمامان قاما أو قعدا يأتيان إلى أمهما فاطمة الزهراء ويريدا أن يتسابقا كتب كل واحد منهما عبارة بسم الله الرحمن الرحيم وجاء به إلى فاطمة الزهراء أمه انظر إلى خطنا أينا خطه أجمل فتقول فاطمة كلاكما خطه جميل فيصران على أمهما فاطمة الزهراء فتقول اذهبا إلى أبيكما علي حتى يحكم بينكما وهذا من الإنصاف بمكان أن تكون الزوجة في البيت والزوج في البيت فلا تأتي الزوجة حتى تجتاز ذلك الخط الأحمر الذي يمثله الزوج وخصوصا إذا كان ذلك الزوج عبقري الإسلام بطل الإسلام الخالد علي بن أبي طالب فتقول لهما اذهبا إلى أبيكما علي فإنه خير حكم لكما فيأتي الحسن والحسين إلى أبيهما علي أمير المؤمنين ويعرض عليه ذلك الأمر فيقول اذهبا إلى فاطمة إلى أمكما فاطمة فإنها خير حكم لكما فلما يعطي ذلك الزوج العظيم الضوء الأخضر إلى زوجته وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين حينئذ تأتي فاطمة وتقول للحسن والحسين أن خطكما جميل كلاكما خطه جميل يصران على أمهما فاطمة فتأخذ ذلك القرط القلادة وقد كانت فيها خمسة حبات من اللؤلؤ تقول بني حسن بني حسين إني سأرميها على الأرض فمن حمل ثلاثا كان خطه أجمل ومن حمل اثنتين فخطه جميل هذا الأدب الفاطمي الراقي السامي العظيم الذي يدفع الحسن والحسين نحو الكمالات الإنسانية فتبدأ المسابقة بين الحسن والحسين بعدما رمت فاطمة الزهراء تلك اللآلئ الخمس جاء الحسن التقط إحداها والحسين التقط الثانية والحسن التقط الثالثة والحسين التقط الرابعة فما بقيت إلا واحدة جبرائيل يلتفت إليه الحق يخاطبه يقول يا أميني يا أمين الوحي انزل إلى الأرض وحمل الخامس لأن لا ينكسر قلب الحسن أو الحسين هي البتول وما أحل اسمها بثمي هي الزكية بنت المصطفى طاها الله شرفها والله طهرها والله عظمها والله زكاها والله زوجها والله أصدقها وخطبة العقد فوق العرش ألقاها إن أقبل الصبح صامت عن لذائبها أو عسعس الليل قامت في مصلاها إذا أقامت صلاة باسم بارئها أوحى إلى ملك أمر فناداها يا بنت أحمد يا بنت أحمد إن الله طهرك ثم اصطفاك علن أعظل بذا جاها أنا لمثلي أن يحصي مآثرها وكيف لي شرح نبذ من سجاياها هذه شريعة جود ساغم الهلها من جاءها عاطشا يحظى برياها هذه شفيعة يوم الحشر سيدة النسوان قد فأز من بالقلب وعلاها هذه سليلة بيت الوحي فاطمة طوبى بشيعتها تبا لأعداها يقول الإمام العسكري كلنا حجج الله على البرايا وأمنا فاطمة حجة الله علينا أتكلم عن سيدة عظيمة هي السر من أسرار الله أتكلم عن سيدة سلطان الأنبياء والمرسلين سيد البشر يقبل يدها وإذا دخلت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله قام إجلالا لها وأجلسها مجلسه يعني في مجلسه في مكانه أنا بإمكاني أن أتكلم عن هكذا شخصية هذه فاطمة يسميها رسول الله بسيدة نساء العالمين هل تعرفون امرأة أخرى سماها رسول الله سيدة نساء العالمين أليست هي السيدة الأولى في الإسلام بنص رسول الله سماها أيضا بالصديقة الكبرى سما زوجها صديقا وهي صديقة وكان يعظمها ويقدسها ويحترمها فيأتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليكشف النقابة لنا عن هذه الحقيقة وهذا السر الإلهي المكنون بالصديقة الكبرى قطب الكائنات فاطمة الزهراء يقول عنها فاطمة روحي التي بين جنبي فاطمة نفسي التي بين جنبي فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فقد كفر من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر يقال العلماء يقولون فرض المحال ليس بمحال ماذا يقول عز من قائل في ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ سَلَامُنِي عليه وآله وسلم لا يعلمها الله خلاها مستورة إلى أن يكشفها يوم القيامة كما أن ليلة القادر وما أدرك وما يدريك الإمام الصادق سلام الله عليه وآله نحن نعتقد بأن الإمام الإمام المعصوم كلامه كلام القرآن لأن أخذ كلامه وعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله وعد القرآن لما يقول من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القادر يعني كما أن ليلة القادر لا تدرك ما يمكن واحد يدركها كذلك فاطمة الزهرة منذ انعقاد نطفتها أنزل الله تبارك وتعالى بمناسبة انعقاد نطفة فاطمة الزهراء سورة كاملة وتلك السورة اسمها سورة الطارق يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن غاب أربعين ليلة ويوم عن السيدة خديجة عدد الأربعين من أسرار الله من أسرار الكون أربعين يوم هذه الفترة لها تأثير نفسي في الكون وفي الوجود أربعين يوم يبتعد الصلب عن الرحم أربعين يوم رسول الله طعامه من الله عز وجل خديجة الكبرى ما تتحمل فراق رسول الله يطرق الباب عليها فتقول خديجة ما لأسمع طرقة لا يطرقها إلا حبيبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على خديجة بعد أربعين يوم فراق اشتياق في نفس تلك الليلة انتقلت هذه النطفة من صلب رسول الله إلى خديجة في نفس الليلة قالت خديجة فوالله لقد أحسست بنور فاطمة أنزل الله تعالى سورة كاملة في حق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبمناسبة نطفة الصديق الزهراء روح فداها ويبتدئها بهذا القسم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نحن نتحدث عن شخصية كانت في مراحل رحم الأم في رحم الأم تتكلم هذا وين صاير من شايف وهل لهذا المورد من نظير كان رسول الله أحيانا يدخل على خديجة الكبرى فيراها تتكلم يقول خديجة يا خديجة مع من تتكلمين فتقول يا رسول الله الجنين الذي في بطني يكلمني ويؤنسني لذلك من أسمائها المحدثة ومن أسمائها المحدثة الملائكة تحدثها يتحدث الحق في فاطمة الزهراء قائلا يا محمد لو لاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما وعندما يجتمعون جميعا تحت ذلك الكساء اليماني يسأل جبرايل من الله يقول يا الله يا إلهي من هؤلاء تحت الكساء كان بمقدور الحق أن يقول النبي وعلي والحسن والحسين وفاطمة إلا أنه ابتدأ بفاطمة الزهراء قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هكذا يرى الحق فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حتى يعطيها هذه المكان اللائقة بشخصيتها التفت رسول الله يوما بعد صلاته إلى أصحابه أخبرهم أنه يزور يريد أن يزور ابنته فاطمة يريد أن يعود ابنته فاطمة لأنها مريضة فهل منكم أحد من يحب أن يكون معي يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قمنا مع رسول الله ونحن مجموعة من الصحابة حتى أتينا باب فاطمة فطرق رسول الله الباب فسمعت فاطمة قالت من بالباب قال أنا أبوك رسول الله قالت أبا أدخل البيت بيتك يعني أنت تستأذن تستأذن من بيت ابنتك فاطمة أدخل قال بني إن معي جمعا من أصحابي قالت إذن أمهلني حتى أستعد لذلك فقامت إلى حجابها وسترها ولباسها وعفافها وصونها بالصورة المطلوب منها بالصيغة التي أرادها الله لها وكم كانت وكم كانت هذه جملة معترضة أقولها كم كانت فاطمة تعتني بسترها وحجابها دخل عليها رسول الله مع أصحابه يصف جابر بن عبد الله الأنصاري الزهراء وجدها جالسة في زاوية وعليها سترها وحجابها ولا يرى منها شيء وبين يديها ولداها الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين قال لها رسول الله بني كيف تجدينك يعني كيف أحوالك شلونك قالت يا رسول الله أشكو فوق العلة ناهيك عن العلة اللي فيي والمرض أشكو جوعا أنا وعيالي منذ ثلاث ليال فرق لها رسول الله وتألم ابنة رسول الله تعاني من الجوع وأبوها سيد الكائنات وأبوها عظيم العظمة سيد الكرمة لكن ما يملك شيء لا تجد في بيت آل محمد شيئا نعم كانوا يملكون ولكنهم ينفقون ذلك يقول عنهم القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نعم علي بن أبي طالب يحصل على الغنائم رسول الله عنده لكن لا ينفقون ذلك لأنفسهم لا يدخرون لأنفسهم إنما تعودوا أن يعطوا لله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا هذا دأبهم هذا ديدنهم هذه حالتهم ولكن مع ذلك رق رسول الله لابنته فاطمة ثم قال بني بني أما ترضين أما ترضين أن تكوني سيدة النساء يعني مقابل هالهموم هالآلام هالمعاناة هالصبر هذا كله له ثمن عند الله لابد وأن الله سبحانه وتعالى يعوض ذلك فالعوض ماذا قال لها بني أما ترضين أن تكوني سيدة النساء قالت أبه وأين مريم ابنة عمران أليست مريم سيدة النساء قال لها ابني هي سيدة نساء زمانها وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين أن علي عليه السلام هو الآخر كان يجل فاطمة الزهراء ذلك الإجلال الذي يليق بمقامها وبشأنها وبشخصيتها اللامعة تلك الشخصية التي لا نظر لها في الكون يقول علي أمير المؤمنين كلما نظرت إلى فاطمة جلت عني الأحزان والهموم لأن فاطمة كانت مشرقة كانت وضاءة كان لها نور يتضاهى يتضاهى نورها بجميع أنوار الكون أن عمار بن ياسر يروي يقول رأيت علي بن أبي طالب في صفين يعني ثلاثين عام بعد وفاة الزهراء تقريبا يقول شفت علي بن أبي طالب ولم يختضب مو مستعمل الخضاب مو مستعمل الحناء قلت له ألا تختضب يا أمير المؤمنين قال لا قلت ولمذاك قال أنا في حزن أنا في حزن قلت حزن من يا أمير المؤمنين قال أنا في حزن على فاطمة ولقد صرح بهذا حين وقف عند قبرها أهال عليها التراب وقال أما حزني فسرمد يعني متواصل وأما ليلي فمسهد وصدق بأبي وأمي لم ينس فاطمة إطلاقا حتى شهادته عليه الصلاة والسلام نسى على الدار هجوم العدى مضأضرم الباب بجزل ونار ورض من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قهر جهار كيف حسام الله قد فللت منه الأعاد حد ذاك الغرار والطهر تنعو خلف أعدائها يا قوم خلوا عن علي الفقار قد أسقطوا جنينها واعترى من لطمة الخد عيون أحمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحترم فاطمة الزهراء احتراما لا نظير له إذا أراد الدخول إلى بيت فاطمة الزهراء لا يدخل إلا بعد الاستئذان يطرق الباب فاطمة من داخل البيت تقول من الطارق فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبوك رسول الله فتقول فاطمة يا أبتاه البيت بيتك والكريمة كريمتك فيقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بني فاطمة أن الله أمرني أن أستأذن وأدخل الدار جبرايل ما يستأذن على أحد كل الأنبياء جبرايل صديق كل الأنبياء مية وأربعة وعشرين آلف نبي جبرايل يتصل معهم لم يستأذن أحدهم على باب بيت فاطمة يا بنت رسول الله أتأذنين لي بالدخول يقول الشاعر وَا عَجَبَا وَا عَجَبَا وَا عَجَبَا يَسْتَأْذِنُ الْأَمِينُ عَلَيْهِمُ وَيَهْجِمُ الْخَؤُونُ يعني وَا عَجَبَا جَبْرَئِيلُ يَسْتَأْذِنُ لكن صحابة رسول الله الذين فقدوا رسول الله قبل ثلاثة أيام بدون إذن اقتحموا هذا البيت وهجموا على فاطمة أحرقوا بيتها أحرقوا بيت فاطم وهي حبل شهد الجرم بابها والبلاد مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام فدخل عليه رجل من أصحابه وقد رزق مولودة أنثى قال ما سميتها قال سميتها فاطمة فلما سمع فاطمة اسم فاطمة دمعت عينها وقال أما وقد سميتها فاطمة فلا تلطمها لا تسبها لا تضربها لا تعاملها بقسوة لأن اسمها من اسم أمنا فاطمة مات رسول الله وضع رأسه على التراب بعد لم يقبر بعد لم يدفن الشاعر يقول الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني هجموا على بيت فاطمة الواثبين الواثبين لظلم آل محمد ومحمد والقنب لا تكفيني والقائلين والقائلين أين لفاطم أبيتنا في طول نوحي دائم وحنين ومجمعي حطب على البيت لم يستمع لولاه شمله والقائدين إمامهم بنجاده والطور تحد خلفهم برنيه يحز في النفس أنها ظلمت وأسيئ إليها ولا يتسنى لأحد أن ينكر هذه الظلامات والإساءات يكذب من ينكر هذه الظلامات والإساءات نعم اليوم وقبل اليوم وفي كل زمان يخرج علينا البعض لينكر هذه الإساءات والظلامات لكن ليست قابلة للإنكار لا يمكن أن تنكر لا يمكن أن تنسى هذه وردت في النصوص شعراء شعراء المسلمين منذ ألف سنة وهم يذكرون هذه المآسي والأحزان والآلام والأهوال التي انصبت على رؤوس أهل البيت عامة وبخاصة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها حجمت عليها المصائب من كل حدب وصوب بحيث بحيث كانت تخرج إلى قبر أبيها رسول الله تقول لأبي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صيرنا لياليا ماذا سأذكر من جليل مصائب صبت علي مصائب قد عزال تحكى وترس دبابي يا يوم ما زال يرسم هيل زمان زمان بريشتي ملعت بألواني جراح كتابي يا را جمعوا على بيت النبي محمد حطباً وأوقدت الضغائم نارها عصروا ابنة الهاد الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها قادوه والزهراه تعدوا خلفاً عبرا فليتك تنظر استعبارها والعبد سود متنها فاستنصرت أسفاً فليتك تسمع استنصارها عصروها بين الحائط وأسقطوا جنيها وظلموها ما هو موقفهم يوم القيادة كيف يواجهون رسول الله وقد ظلموا ابنته وقد قتلوا حبيبته وقد أحرحوا بيت حبيبته قضت نحبها وهي بهذه الحالة من المصائب والآلام التي تحف بها فقضت فاطم وفي الجنب منها أثر للسيار من أعداها أم من بنت من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها موسيقى 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 موسيقى